السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكو في فيديو جديد من قناة ميكس كروجين نهاردة جابلكو جراب موباير بشكل مختلف وكمان التصميم مختلف الجراب بتاعنا زي متو شايفين كده سهل وبسيط مفوش اي حاجة هنشرح كل حاجة بالتفصيل وخطوة بخطوة ده شكل الجراب بتاعنا عملت كمان فتحت لي الشاحن السماعة وفتحة كمان من فوق تمام الفتحات دي كمان زي ما شايفين كده مجدود زي الجاهز بالزبط بوش اي اختلاف نشرح الجراب سوا خطوة بخطوة في الحقيقة انا نفس كذا جراب موبايل باشكال مختلفة وبتصاميم مختلفة هنسيب لكم السوار واللينك فوق على الشاشة تقدروا تدوثوا على اللينك هيدخلكوا على فيديو على طول او تحت في اي انت لو عندك اي استخدم موبايل شكله بقى مش ضريف مش حلو خالص ممكن تجددين بشكل زي دك كده او باشكال تانية هتلاقيها بده على القناة بتاعتي وبرده طريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة صعبة يوقفت معاكم أستطيع ري تبعتيني وانا هرد عليكم ان شاء الله على طول نشوف سيعملوا كيفية وننشوفوا لايك للفيديو وشركوا في القناة وانتو لم تشتركوا واتفعلوا الجرس واختاروا الكل لتوصلكم مني جديد وكل فيديو سننزلوا ونشوف سنعمل الجراب نبدأ معيكم بخيط القطن هو ساميك كما ترى ومعي الجراب نحن نعمل الجراب بداية سأأخذ عرض الموبايل من تحت سأستخدم إبراء رقم 2 لاني عايزة الشغلي بتاعي يكون متماسك على الجراب فابلف الخيط بالشكل ده كده وابدأ اشتغل عدد من السلاسل يساوي عرض الموبايل من تحت انا كده وصلت العرض الموبايل من تحت واشتغلت تمنتاشر سلسلة واسحب واشتغل جرزة حشو والجرزة اللي بعدها او السلسلة اللي بعدها هدخل بالشكل ده كده واسحب واشتغل ورزة حشو بالشكل ده وبرده السلسلة اللي بعدها هسحب واشتغل ورزة حشو بالشكل ده تمام 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 والجرسة اللي بعديها برضو جرسة حاشو بالشكل ده وابدل شغلك كده بنفس الطريقة رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما وصل لارتفاع الكاميرا بتحتي من هنا تمام فانا هاتكمل الارتفاع ده كله لحد ما وصل هنا وارجع لكم تاني اشوف انا اعمل ايه وارجعت لكم تاني انا كده كده كملت القطعة بتحتي ووصلت لي آآ الكاميرا تمام هعليكم بس كده انا وصلت لحد فين بالزبط لحد هنا كده في فين بازبط الجراب بتاعي تمام الشكل ده كده من تحت تمام الشكل ده كده هنسيب للمربع ده كم جرزة هنبدأ من اعلى نقطة ده اعلى نقطة بالنسبة للمربع زي متو شايفين كده وبعد كده دي النقطة الاقل فاحنا هنبدأ من اعلى نقطة اللي هي دي تحت الجرزة دي كده بالزبط هين تمام فاحنا كده هنسيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام هنسيب خمس جرز طيب دلوقتي هنبدأ نرتفع زلسلة واحدة بالشكل ده وهنلف الشغل بتاعنا وهنبدأ نشتغل جرز من الحشو طبعا هنا كان فيه جرزتين تمام وفي النص هنا خمسة يبقوا سبعة يبقى نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام فضل جرزة تمام خطوة اللي بعد كده هتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي واشتغل في اول جرزة حشو جرزة حشو بالشكل ده كده واللي بعديها برضو جرزة حشو تمام الشكل ده كده وارتفع سلسلة واحدة تمام وقبل ما اكمل هشوف انا ارتفع كام دور او هرتفع لاي مسافة تمام طيب انا دلوقتي هشتغل رايح جاي رايح جاي بغرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية ارتفاع المربع بتاعي وهاخد يعني الزاوية دي بتجاهلها خالص وباخد اعلى نقطة في المربع تمام اللي هي دي كده فانا هشتغل رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل لارتفاع المربع من هنا كده جاي لكم تاني شوف انا هميلا وارجعت لكم تاني انا كده وصلت للارتفاع اللي انا عايزاه تمام ارتفاع الكاميرا تمام او ارتفاع المربع ده هزا بس اوليكم بالزبط تمام انا بمسك الموبايل كده تمام عشان اتاكد المقاس اللي انا اخدته مزبوط بمسكه كويس جدا من الجناب ومن تحت يكون مزبوط بالشكل ده طيب انا دلوقتي وصلت فعلا للارتفاع اللي انا عايزاه تمام احوز مت شايفين كده طيب انا دلوقتي هنا انا عندي ورزتين من الجن فلازم اشتغلهم الاول فانا هنا هرتفع سلسلة واحدة وهقص الشغل بتاعي بعد كده هنيجي نبدأ من هنا هنجيب الخيط طمين وهنجي نبدأ من ناحية التانية بالشكل ده كده ادي الغرزتين بدوعي بدخل كده واسحب دي اول غرزة زي ما انتو شايفين كده بدخل واسحب الخيط بتاعي وارتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان اشتغل غرزة حشو معي الخيط ده بدليه ما بين الغرز بالشكل ده كده واسحب واشتغل غرزة حشو الغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو انا باخد بس غرزتين وتحت الكاميرا او تحت المربع في خمس غرز تمام اللي هم دول طيب بعد كده بارتفع سلسلة واحدة وبلف الشول بتاعي واشتغل في اول واحدة واشتغل جرزة حشو ايدي خالص واللي بعديها برضو جرزة حشو وافدل شغلك كده نفس الطريقة كده كملت تسع ادوار تمام زي ما انتم شايفين كده هنبدأ برضو نقيس ونشوف المقاس مزبوط ولا لأ قبل ما نكمل في اي خطوة تانية جديدة نحن كده بنزبوط طبعا الفاتلة تيحة عديها من ورا عشان يبقى كل الخيوط تبقى اااااה في الضهر تمام بالشكل ده كده يبقى المقاس بتاعي مزبوط هبدأ بعد كده ابوصل الجزء ده بالجزء ده فهيرتفع عدد من السلاسل متساوي العدد اللي تحت طبعا احنا سايبين تحت خمسة فهرتفع بخمس سلاسل وحاول اخلي السلسلة مناسبة للسلسلة اللي تحت يعني العدد كله يبقى مناسب للعدد اللي تحت في المقاس تمام يعني ما اخدش سلاسل ضيئة قوي وتبقى اديق من الجزء اللي تحت فتحسي ان المربع جاي كده بالشكل ده ولا اخدها واسعة قوي فتحس المربع جاي بالشكل ده تمام فهمته قصدي فبهرتفع بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واشوف المقاس حلو ولا لا هاجي هنا الاول اسبت باخد السلسلة دي كده باخد الخيط ده كده وهيشتغل على طول جرزة حشو تمام شوف بس كده الدنيا مشي عمال ازاي اشوف بس كده تمام زي ما انتم شايفين كده المربع مزبوط زبطة قويسة تمام بالشكل ده كده بعد كده بكمل السطر بتاعي عادي خالص لحد ما وصل لنهاية السطر بتاعي هكمل حد ما وصل للنهاية وارجع لكو تاني هشوف هنعمل اين ورجعت لكو تاني اذا كده وصلت لنهاية السطر بتاعي تمام طيب انا دلوقتي بنشوف الموبايل بتاعنا محتاج ايه تاني طيب انا كده الموبايل بتاعي مزبوط والمربع بتاعي زي ما انتم شايفين كده مزبوط خاطر اللي بعد كده هنرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعنا بالشكل ده وهنشتغل غرز من الحشو بالشكل ده كده في كل غرزة غرز من الحشو لحد ما وصل لنهاية السطر ده من هنا وهرجع لكو تاني هنشوف هنشتغل جوه السلاسل دي ازاي انا كده اشتغلت غرز من الحشو بزن شايفين كده خاطر اللي بعد كده هنجي نشتغل جوه السلاسل دي فهنبدأ نشتغل ناخد الحلقة كده نسحب وهنشتغل جرزة حشو كده واحد وهنعد واحنا مشيين الخمس غرز بتاعنا اخر واحدة معي رقم خمسة باتكل كده واسحب واشتغل جرزة حشو بعد كده بكمل الجرزتين بتوعي باتكل كده واسحب واشتغل جرزة حشو واللي بعدها جرزة حشو بالشكل ده كده بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وحشوف الجراب بتاعي مرة كمان مزبوط زبطة جدا كده الطول تمام فمش هزود آآ دور كمان خاطر اللي بعد كده احنا كده اتفعنا سلسلة واحدة هنجي نشتغل غرزة حشو بس مش هشتغل في الغرزة الاولى لان فيها غرزة حشو زي متو شايفين كده بحبدأ اشتغل في الفراغ اللي بعده بالشكل ده وغرزة حشو وهشتغل بعد كده في الفراغ اللي بعده وغرزة حشو بالشكل ده وزا بانتو شايفين الجنب ده عبارة عن فراغات وهتلاحزي اني عندك فراغ ديق شوية اللي هو ده وفراغ واسع شوية تمام فانت في كل فراغ ده هتشتغل قوي غرز من الحشو فانا هكمل بغرز من الحشو لحد ما وصل للنهاية هنا واركعلكو تاني شوفاني اعمل ايه وارنجت لكو تاني انا كده خلصت السطر بتاعي واشتغلت في كل فراغ قابلني اشتغلت غرزة حشو زي متو شايفين كده عشان عايزة الف الجراب كله بغرز من الحشو عشان نبدأ نشتغل الجنب وننزل بالجراب لتحت طيب خطوة اللي بعد كده هنيجي نشتغل عادي خالص فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها هنا عندي السلاسل اللي انا اشتغلتها في البداية خالص تمام فانا هبدأ ااخد بالشكل ده كده الحلقتين اللي بقين واشتغل غرزة حشو وهدي الغرزة اللي بعديها غرزة حشو بالشكل ده وابدأ اشغالها كده بنفس الطريقة لحد ما وصل لأول غرزة حشو انا اشتغلتها اعليكم تاني شوف هنعمل ايه ورجعت لكم تاني انا كده رفيت الجراب كله بغرز من الحشو الخطوة اللي بعد كده هنيجي نقفل الدور بتاعنا هكمل الاول بس للغرزة دي بعد كده هنيجي نقفل الدور بتاعنا في اول غرزة حشو انا اشتغلتها وتجاهل خالص سلسلة الارتفاع واسحب واشتغل منزلقة بالشكل ده كده تمام وبعد كده هرتفع سلسلة واحدة وابدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو وابدأ اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو وابدأ اشتغل عادي خالص فوق كل غرزة حشو غرزة حشو وابدأ اشتغل عادي خالص فوق كل غرزة حشو غرزة حشو احنا ابدأ كده نشوف تمام زي ما انتم شايفين كده انا كده وصلت لي مستوى آآ العلامة ازاقته النقص تمام الزرار ده فهنشوف الزرار ده واحد آآ كم غرزة طب هنعيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرز فانا في المقابل هرتفع خمس غرز خمسة وهاجي هاقفل في الغرزة رقم ستة فهنعيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رقم ستة هاقفل بغرزة حشو شكلي ده كده هاجي اللي بعديها برضو ورز الحج وبعد كده هنشوف الزرار اللي بعديه تمام نصبت بس اهم حاجة الجراب كويس عشان المقاس يدخع مصبوط هنشوف الزرار ده كده واحد كم غرزة اصاده فهنعيد واحد اتنين تلاتة تمام فانا هرتفع بتلاتة جرز وهقفل في الجرزة رقم اربعة بغرزة حشو تلاتة وهيكي هنا هعد من تحت واحد شايفين واحد اتنين تلاتة وحدخل في الجرزة رقم اربعة وهاشتجل جرزة حشو تمام واللي بعديها برضو جرزة حشو هشوف كده في مكان تاني ولا تقريبا المكان ده فانا هشتغل جرز من الحشو لحد ما يجي اوصل له اشتغلت جرز من الحشو لحد ما وصلت الهنا فانا بشوفه واخد كم غرزة فهو واخد غرزتين واحد اتنين فهرتفع بغرزتين وابدأ اقفل في الجرزة رقم تلاتة وهعد من تحت برضو واحد اتنين وابدأ ادخل في الجرزة رقم تلاتة واشتغل جرزة حشو بالشكل ده كده وبكمل جرز من الحشو انا دلوقتي هفض الشغال لحد ما وصل لي هنا كده بالزبط وهبدأ اعمل لالثلاث فتحات دول مكان واحد لو انت حاب تقسميهم فانت هتقسميهم بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بها هنا وهنا وهنا تمام آآ عادي خالص بس انا حابة افتحها كلها مرة واحدة آآ مع بعض فانا هشتغل كده كم غرزة لحد ما يجي اوصل لهم دي من شايفين كده انا كده وصلت ليهم فهشوف قصادهم كم غرزة هنبدأ نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وهنقفل في الغرزة رقم اتناشر واحد حداشر وهنجي نقفل في الغرزة رقم اتناشر فهنبدأ نعد من تحت واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هبدأ ادخل في رقم اتناشر وهشتغل غرزة حشو وبكمل غرز من الحشو الشكل ده واشوف كده الجراب تمام هنا كده من بعد التلات فتحات دول ما فيش اي حاجة تانية كده لحد ما نيجي نوصل لهنا يعني فوق فهكمل كتب غرز من الحشو لحد ما يجي اوصل لفوق هنا واركع لكم تاني شوف هنعمل ايه واركعت لكم تاني انا كده كملت السطر ده كل غرز من الحشو لحد ما وصلت لفوق هنا تمام اهو بازبط الجراب بتاعي كويس جدا من فوق ومن تحت ومن الجناب تمام وابدأ اشوف المكان ده واخد كم غرزة زي ما اتعودنا تمام طيب احنا هنسيب له زي انتم شايفين كده هنسيب له غرزتين واحد اتنين وهنبدأ ندخل في الغرزة رقم تلاتة ففي المقابل هنرتفع بغرزتين وهنبدأ ندخل في الغرزة رقم تلاتة فهنعد واحد اتنين تلاتة جرزة حشو بكمل عادي خالص لحد ما اوصل لاول جرزة حشو انا اشتغلتها حابة بس اوضح حاجة دي منزلقة مش جرزة حشو ودي الصغيرة دي جرزة سلسلة اول جرزة حشو انا اشتغلتها فبدخل وهاسحب منزلقة الشكل ده كده بعد كده بارتفع سلسلة واحدة وهبدأ اتكل في نفس المكان واشتغل جرزة حشو والجرزة اللي بعديها برضو نفس الكلام وقصة حشو واللي بعديها جرزة حشو وباشتغل عادي خالص لحد ما اجي اوصل للسلاسل بتاعتي انا كده وصلت لي السلاسل بتاعتي فببدأ ادخل جوه السلسلة واخد حلقتين او حلقة على حساب ما نحبي بالشكل ده كده واسحب واشتغل جرزة حشو والسلسلة اللي بعديها بدخل جواها كده بحاول اخد حلقتين من السلسلة واسحب واشتغل جرزة حشو جرزة اللي بعديها برضو نفس الكلام الشكل ده لحد ما اخلص السلاسل بتاعتي وباشتغل عادي خالص فوق كل جرزة حشو وغرزة حشو زيها وهكمل برضو كده بنفس الطريقة بحاول اخد حلقتين ولو ما قدرتيش ممكن اتخذ حلقة واحدة ما فيش مشكلة وببدأ اشتغل عادي فوق كل قرصة حشو وقرصة حشو ولما يجي اوصل لتاحت هنشتغل برضو نفس الكلام هاخد حلقتين او حلقة واحدة على حسب ما تحبي بس انا بشتغل بحلقتين يعني انا باخد حلقتين من السلسلة اللي هما دول ان هي ان الحلقة دي الحلقة اللي وراها بالشكل ده كده واسيب حلقة واحدة من تحت لو ما امكانش ممكن حلقة واحدة زي ما قلت تمام واشتغل عادي فوق كل جرزة حشو وغرزة حشو تمام لحد ما يجي اوصل لأول جرزة حشو من البداية خارج فانا هكمل لحد ما اوصل ليه البداية واركع لكم تاني شوف انا اعمل ايه واركعت اللي كتاني انا كده رفيت الكريب في غراز من الحشو خطوة اللي بعد كده هنيكي نقفل في اول جرزة حشو انا اشتغلتها تمام بالشكل ده كده واسحب واشتغل كورسة حشو وبرتفع سلسلة واحدة وانهي الشغل بتاعي عادي خالص وداري الخيط ما بين الورس نصبب بس الجراب ولو الجراب بتاعك مشدود تبدأ ايه تشيديه بالشكل ده كده بحيس ان انت تريحي الورس بتاعتك ونجيب الجراب بتاعنا ونبدأ نقيس ونشوف لو في حاجة مش مزبوطة تمامين دي هاتي كده بالشكل ده كده وعندي برضو هنا السماعة برضو الخيط مش وصل لها تمام ده هيبقى اخره الخطوة اللي بعد كده هنقص الخيط بتاعي انا كده قصيت الخيط هبدأ ارفعه كده وهدري ما بين الورس عادي الاول كده من وراء الشكل ده وبين داري هنا بابين الورس وبعد كده بنقص الزيادة الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نجيب القبرة مرة كمان ونجيب الخيط وهنشتغل غرز منزلقة في المربع كله فهنبدأ نجيب الخيط بالشكل ده كده ندخل هنا من الزاوية ونسحب السلسلة شايفين كده والنجيب سين اللي بعديها باخد الخيط طبعا لمعيادة ممكن نربطه رابطة بسيطة بحيس ان هو يكون متماسك اكتر ونبدأ نسحب الخيط بتاعنا ونخرجه من الحلقة بالشكل ده كده وبندخل في الغرز اللي بعديها وبناخد الخيط نسحب ونزلقة انا كده وصلت لاخر غرزة فهبدأ ادخل غرزة بعديها كمان بحيس ان انا قدي مساحة اكتر للمربع بالشكل ده وبالف الجريب بالشكل ده كده وهبدأ اطلع عيدي خالص غرز من منزلقة انا كده وصلت الاول ساسية انا اشتغلتها الخطوة بعد كده هاقص الخيط بتاعي انا كده قصت الخيط هبدأ اشده من هنا واخرجه من الناحية التانية اهو كده الشكل ده كده وهيجي هربط الخيطين دول كده مع بعض وداي الخيط ما بين الغرز وبعد كده هاقص الزيادة وانت بتشتغل كورسة منزلقة ما تضايق ايديك قوي عشان المكان ما يجاقش ويبقى مظبوط طيب خطو اللي بعد كده بقى هنضف انا الخيط بتاعتي وارجع لكم تاني شوف هنعمل ايه وارجعت لكم تاني انا كده نضفت الكلاب بتاعي من الخيط طيب خطو اللي بعد كده هنجي نجاهز الشكل بتاعنا فهنحتاج نفس الابرة ولون الخيط برضو وهنشتغل دايرة سحرية طميم انا كده اشتغلت دايرة سحرية وبعد كده هدخل جوه الدايرة وهنشتغل ست غرز من الحشو كده واحد انا كده اشتغلت ست غرز من الحشو هقفل الدايرة بتحتين بعد كده هدخل في اول غرزة الحشو واسحب منزلقة بعد كده هنتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزتين من الحشو واحد نين وهشتغل في باقي الغرز كلها برضو غرزتين من الحشو يعني الدور دا تزايد في كل غرزة حشو جرزتين من الحشو دي غرزة منزلقة ودي السلسلة الارتفاق ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها بدخل اقفل في اول غرزة الحشو واسحب منزلقة وازبط الشغل يبداي بالشكل ده وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو واحدة مش هتزايد تاني وهشتغل ادوار سابتة يعني في كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة هشتغل بالشكل ده اربع ادوار هعمل معاك كدور وهكمل التلاتة انا كده وصلت لنهاية الدايرة بتاعتي عندي هنا غرزة منزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها فابدأ ادخل جويها واسحب منزلقة وابدأ دور جديد وارتفع سلسلة واحدة نفس المكان اشتغل غرزة حشو هتكمل انا التلات ادوار تمين فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها وارجع لكم تاني شوف هاني عمل ايه وارجعت لكم تاني انا كده كده كملت اللي التلات ادوار بتوعي تمام زو انتو شايفين كده وعملت كمان واحدة زيها وسبت الخيط طويل شوية تمام طبعا ارتفعت سلسلة واحدة طبعا انا ارتفعت سلسلة طبعا ارتفعت سلسلة واحدة عشان نامن الشغل بداي خطو اللي بعد كده هنيجي نعمل الرجل هنعملها برضو بنفس اللون هنشتغل دايرة سحرية جواها ست غرز من الحشو انا كده اشتغلت ست غرز من الحشو هشد الدايرة بتاعتي وقفلها قويس جدا بعد كده هكي اقفل في اول جرز الحشو انا اشتغلتها بجرزة منزلقة وارتفع سلسلة واحدة وابدأ دور جديد في نفس المكان اشتغل جرزتين من الحشو كده واحد اتنين والدور ده هتزايد في الجرز كلها فوق كل جرزة حشو جرزتين من الحشو حتى ما وصل لنهاية الدايرة انا كده وصلت نهاية الدايرة بتاعتي هنا منزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي هنا وهنا اول جرزة حشو انا اشتغلتها بدخل لصحاب منزلقة وارتفع سلسلة واحدة وبعد الشغل بتاعي بالشكل ده وهبدأ اشتغل في نفس المكان جرزة واحدة من الحشو ومش هتزايد تاني وهشتغل دورين سابت يعني فوق كل جرزة حشو جرزة حشو واحدة تمام ده الدور الاوليني هاشتغلوا معيكم هنا انا وصلت لنحية الدايرة دي منزلقة ودي سلسلة ارتفاع وهنا اول جرزة حشو انا اشتغلتها بدخل واسحب منزلقة وارتفع سلسلة واحدة وادخل في نفس المكان واشتغل جرزة واحدة من الحشو واعمل دور كمان سابت بنفس الطريقة فوق كل جرزة حشو جرزة حشو وارجع لكم تاني شوف انا اعمل ايه وارجعت لكم تاني انا كده اشتغلت دور فوق الدور اللي انا اشتغلته معاكم ويبقى دورين تمام عملت اتنين الرجل واحدة هنا واحدة هنا بالشكل ده كده طول بعد كده انا هستخدم لون بيج وهنعمل الودام برضو هستخدم الدايرة السحرية بالشكل ده كده وهشتغل جواها ست غرز من الحشو بعد ما خلصت ست غرز من الحشو هشد الدايرة بتاعتي وقفلها قويس كده وايجي هقفل في اول جرز الحشو انا اشتغلتها في جرزة منزلقة الشكل ده وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل جرزة حشو الشكل ده وهشتغل واحدة كمان يعني هتزايد في الدور ده فوق كل غرزة حشو وغرزتين من الحشو لحد ما اوصل لنهاية الدايرة بتاعتي انا كده وصلت لنهاية الدايرة بتاعتي دي منزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة الحشو انا اشتغلتها انا بقرر الموضوع ده كزا مرة عشان ما تفتكروش ان المنزلقة دي غرزة تمام؟ طيب انا دلاتي باسحب منزلقة وبرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة واحدة بين الحشو ووقف تزايده على كده وهشتغل حوالي تمن ادوار فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة تمام؟ بالشكل ده كده هكمل معاكم دور وهكمل الباقي انا كده وصلت لنهاية الدايرة بتاعتي دي المنزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها بابتا ادخل واسحب واشتغل منزلقة وارتفع سلسلة واحدة في نفس المكان اشتغل غرزة حشو وابدأ دور جديد اه كده اشتغلت معاكم دور فهكمل سبع ادوار وارجع لكم تاني شوف انا اعمل ايه؟ وارجعت لكم تاني انا كده تميلت سبع ادوار بالدور ان انا اشتغلته معاكم يبقوا تمانية طيب انا دلوقتي هتفع سلسلة واحدة بعد ما قفلت بمنزلقة هدخل في نفس المكان وهسحب الخيط بتاعي تمام بالشكل ده ومش هقفل غرزة الحشو هيبق معايا بس الحلقتين وادخل في الغرزة اللي بعديها وهسحب الخيط بالشكل ده كده هيبق معايا تلت حلقات على الابرة باسحب الخيط مرة كمان واخرج من تلت حلقات مرة واحدة كده هيبقى انا عملت تناقص ضميت غرزتين في غرزة واحدة وباشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة واحدة من الحشو والغرزة اللي بعديها اشتغلها تناقص باسحب الخيط بالشكل ده وبعد كده بادخل في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط بالشكل ده هيبقى معايا تلت حلقات على الابرة باسحب الخيط مرة كمان واخرج من تلت حلقات مرة واحدة وهكذا وافدل شغالة كده لحد ما وصل لنهاية الدور بتاعي وهاكمل كمان دورين فانا هاكمل بنفس الطريقة اشتغلت معاكم دور الباقي اتنين فانا هاكملهم وارجعلكو تاني شوف هنعمل ايه وارجعت لكم تاني انا كده اشتغلت تناقص زي متو شايفين كده لحد ما قفلت معي بالشكل ده كده خطوة اللي بعد كده طبعا بعد ما قفلت منزلكة برتفع سلسلة واحدة وانهي الشغل بتاعي تمام بالشكل ده كده نجي بس كده نوستحها كده من قدام شوية ونحاول نشتغلها بالشكل ده كده نحاول نضمها من تحت طيب انا اشتغلت واحدة لمان بنفس الطريقة وبنفس عدد الجرز خطوة اللي بعد كده هنعمل الفم بنفس اللون طبعا دمجي الالوان على حسب ما تحبي انا استخدمت اللون الافويت مع اللون البيج انا دلوقتي هشتغل عدد من السلاسل هشتغل حوالي اتناشر سلسلة واحد اتنين بحاول احدد الشكل بتاعي او الانف بتاعي بالنظر كده طيب خطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ ادخل في السلسلة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده واشتغل غرز من الحشو لحد ما وصل لنهاية السلسلة بتاعتي فانا هتكمل وركات الليكوتيني انا كده وصلت لنهاية السلسلة بتاعتي عندي هنا اخر سلسلة هتزايد فيها واشتغل جواها تلات غرز من الحشو كده واحد اتنين باتي الغرزة الثالثة وهنحط علامة في اول غرزة الحشو احنا اشتغلناها ممكن تحط علامة في البداية برضو في النهاية بعد كده باتمل بقيت السطر عادي خالص في كل غرزة حشو غرزة حشو زيها مش شكل ده كده الغرزة اللي بعديها برضو غرزة الحشو انا كده كملت السطر بتاعي عندي هنا اخر سلسلة هدخل كده وهشتغل جواها تلات غرز من الحشو وتجهل خالص سلسلة الارتفاع ان انا ارتفعت بيها تمام الشكل ده واقفل في اول غرزة الحشو من السطر ده بغرزة منزلكوة او ممكن تكمليها عادي حلزوني على حتى ما تحبي هتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو وهكمل عادي خالص لحد ما وصل للعلامة بتاعي فاول تلات هنحط علامة في اول تلات غرز وهبدأ اكمل عادي السطر ده لحد ما وصل للعلامة هكمل وركع لكم تاني انا كده وصلت العلامة هبدأ اشيل العلامة وهشتغل جواها غرزتين من الحشو كده واحد كده اتنين وهعلم اول غرزة حشو انا اشتغلتها بالشكل ده والغرزة اللي بعدين هشتغلها غرزة واحدة واللي بعدين هشتغلها غرزتين من الحشو وطبعا بامكانك نتعلمي اخر واحدة من التزايد تمام وبكمل عادي السطر ده فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لحد ما وصل للعلامة من الجهة التاني هتكمل وركع لكم تاني شوية لكم تاني انا كده وصلت للعلامة هبدأ اشيل العلامة وهشتغل في اول غرزة حشو وهشتغل جواها غرزتين كده واحد اتنين واحط العلامة مرة كمان والغرزة اللي بعدين هشتغلها غرزة واحدة واللي بعدين هشتغلها غرزتين واحد اتنين ونخلي بالنا دي منزلقة ودي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة حشو بدخل كده واسحب منزلقة تمام بالشكل ده ونرجي كده نشوف كده محتاجين عرض كمان ولا كده كويس تمام احنا ممكن نزود كمان دول وهرتفع سلسلة واحدة وبكمل السطر بتاعي عادي خالص فوق كل غرزة الحشو لحد ما وصل للعلامة بتاعتي فانا هتكمل وركع لكم تاني انا كده وصلت للعلامة هبدأ اشيل العلامة وهشتغل مكانها جرزتين من الحشو بالشكل ده كده وهركع العلامة مرة كمان واشتغل في الغرزة اللي بعديها جرزة واحدة واللي بعديها جرزتين من الحشو واللي بعديها جرزة واحدة واللي بعديها جرزتين من الحشو ولو انتي حط علامة هتشتغل كده بنفس الطريق حتى ما توصلي للعلامة بتاعتي طيب وبعد كده بكمل السطر بتاعي عادي خالص فوق كل غرزة حشو جرزة حشو زيال حتى ما وصل للعلامة من الجهة التانية هكمل والجهة الكوتيني شوف انا من اين والجهة الكوتيني انا كده وصلت للعلامة هبدأ اشيلها واشتغل مكانها مكانها جرزتين من الحشو كده واحد اتنين وغالبا مش هحتاج كمان تزاج يعني مش مهم نحط العلامة بس هنحطها برضو احتياطي تمام وبعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعديها جرزة واحدة واللي بعديها جرزتين واللي بعديها جرزة واحدة واللي بعديها جرزتين بالشكل ده ونخلي بنا دي منزلقة دي سلسلة ارتفاع دي اول جرزة حشو بدكل كده جواها واسحب منزلقة بالشكل ده وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل جرزة حشو وهبدأ اشوف المساحة بتاعتي تمام كده كويس هبدأ اشتغل بقى فوق كل جرزة حشو جرزة حشو انا كده مش هحتاج العلامات تاني لو انت بتستخدمي خطر وفيع فانتي هتزودي في آآ الدوران بتاعك لحد ما توصلي للشكل ده سلسلوكو بس الدوران ده هشتغل انا بقى كده فوق كل جرزة حشو جرزة حشو زيها داير وما يدور حد ما القطعة تقوس مني فانا هكمل وارجع لكم تاني واشتغلنا كم دور وركعت لكم تاني انا كده خلص القطعة بتاعتي وقصيت الخط بتاعي وهعدل لكم انا اشتغلت كم دور واحد اتنين تلاتة اشتغلت تلات ادوار خطوة اللي بعد كده هاجي اشيل الخط ده كده هاعدي من الناحية التانية الشكل ده وهدري ما بين الورز وهنيجي نحشي المكان ده خفيف وممكن برضو ما تحشوهش على حسن ما تحبي نفضل حاجة بس كده بسيطة هنا عند الرقل نحط مسلا حاجة كده غمقه دي عبارة عن دايرة سحرية وست غرز تمام وبعد كده هنيجي نلزاقع هنا وبنعمل برضو حاجة برضو صغيرة عبارة عن دايرة سحرية وغرزة حشو واحدة اهي غرزة حشو واحدة وبعد كده منزلقة وبانهي الشغل بتاعي واشد الدايرة تمام تتحط هنا مسلا كده بحس انها تدي زي اا انياب او اا شكل كده مختلف للرقل تمام على حسن ما تحبيه برضو لو مش حبر خطوة دي ما فيش مشكلة الخطوة اللي بعد كده هنيجي بقى نسبت الشكل بتاعنا فهنبدأ مسلا بالرقل ندخل الخط كده جوه الابرة وممكن كمان تسبزيها بابرة الخياطة عادية بنوسحها كده تمام وهنيجي مسلا نشوف الشكل الاول قبل ما نبدأ فهنجيب العين بتاعنا طبعا ده ازرار وانا قصيته بالمقص زي ميتو شايفين كده طيب احنا دلوقتي هنيجي هنيجي نخيط باخد المقص بتاعنا بالشكل ده وهبدأ اخيط بالشكل ده باخد حلقة كده من جوه تمام جزء من جرزة الحشو وحلقة كمان من جرزة الحشو اللي قصدها وبابدأ اشت طبعا نخيط بتاعنا متسبت مش شك كده بعد كده باخد الحلقة اللي بعديها بالشكل ده كده باخد حلقة من هنا بالشكل ده شايفين دي غرزة الحشو باخد منها حلقة وبعدي كده باخد حلقة من قصدها بالشكل ده كده وبسبت الشكل ده وممكن طبعا تسبتي الدايرة بتاحتك عشان ما تلفش منك وتخيطي غلط ممكن تسبتيها يبدو بابيس ابرة تمام من الشكل ده كده وابدأ شغالك كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للنهاية وبعد كده بعدي الابرة للناحية التانية هنا واربط رابطة واداري الخيط ما بين الورز تمام وقص الخيط وبنفس الطريقة برضو هسبت الجزء التاني وبعد كده برضو هاجي اسبت الودان بنفس الطريقة تمام وحسبت دي برضو نفس الطريقة تمام خياط عادية بس من فوق وهسيب الجزء ده كده تغير تمام وهنا دي برضو هسبتها وهاجي معيكو هنشوف هنعمل التانية دي ازاي تمام وطبعا هلزق العيوم بتاعتي وبالنسبة برضو للدوائر الصغيرة دي ممكن آآ تسبتيها بالشمعة او ممكن كمان بابرة خياط عادية تمام فعلى حسب ما تحبي فانا هكمل خطات دي وارجح لكو تاني شوف انا منها وارجعت لكو تاني بعد ما سبتت الشغل بنفس الطريقة ان انا شرحتها لكن في شوية ملحوزات انا حابة اقول لكم عليها وكمان هشرح لكم بالتفصيل زي عملت المناخير وازاي تانية البقء كده لتحت طيب انا دلوقتي معي قطعة بيضوية زيها بالزبط لكن الحجم قليل شوية بعد ذاتي هجيب نفس لون الخيط وهعمل دي كده من النص شايفين بتنيها كده من النص الشكل ده كده وهمسكها من هنا وطبعا بسبت الخيط الاول وهاجي اضم غرزة واحدة شايفين بضم غرزة واحدة كده على بعضها وابدأ اربط واسبت الخيط بتاعي وبدالي الخيط ما بين الغرز اما لو خيط اللي انت هتسبتي بيه عادي خالص بتكملي وبتبدأي تسبتي من النقطة دي تمام زي بتو شايفين كده بقى بالشكل ده وبعد كده باجي احشي فايبر بحشي الاول كده بجيب الاول كتعة صغيرة النص كده بالزبط تمام وابدأ احشي بالشكل ده كده تمام بالشكل ده وابدأ اثبت الشغل بتاعي من اول هنا من اول المنتصف هنا بالشكل ده كده هسبتوا بنفس الطريقة انا شرحتها معايكو وانا بسبت الرجل من حد ما نيجي نوصل لهنا وبعد كده بنزق دي كده على الجنب ونحشي مرة كمان فايبر تمام كده وبنكمل لحد ما نوصل للنص هنا كده بنزبط ونعدي الخيط من ناحية تانية ونداري الخيط ما بين الورس تمام طبعا انا كده سبتها على الشغل فانا محتاجة اعمل الخط ده والمناخير فهعمله بالشكل ده كده هلضم الابرة كده لضمت الابرة باللون الاسوي طبعا هنا انا اشتغلت على فتلتين تمام لان خيط القطن اللي باعي خيط سميك فلازم يكون اللي شغل كله متناسق مع بعض طيب انا دلواتي هشرح لكم بس على فتلة واحدة حاجي هدخل من هنا طبعا بسبت الخيط الاول ابدأ ادخل هنا في النص مكان التانية بتحتي اللي انا تانيتها لكن هخرج من السطر اللي فوقيه بالشكل ده كده واسحب تمام اكون طبعا مسبتها الخيط الاول واجي انزل هنا تمام باخد الطور اللي انا عايزة والباقي هيبقى مكان الانف تمام طبعا احنا عايزين الانف تبقى مسلس صغير في يدوبك التلس سطور ده كده كويس مسافة كويسة بالشكل ده انا داتي هعمل المسلس بتاعي اللي هو ده طبعا في انف بتباع جهزة فلو تقدر التجيبي الجاهز هيكون افضل لك اختصارا بس للوقت تمام طبعا لو ما فيش يبقى هنشتغل بنفس الطريقة دي بدخل كده باخد المسافة اللي انا عايزها تمام واجي هنا في النص في نهاية الخط بتاعي تمام بعد كده بخرب من هنا واجي هنا في النص تمام كده يبقى انا حددت الانف بتاعي زي ما انتم شايفين كده طيب انا دلوقتي ممكن امشي بالطول تمام واعد املاق المكان ده كده بالطول وممكن امشي بالعرض في الحقيقة انا هنا مليت الانف بالعرض فهشتغلها معيكو برضو بالعرض بيجي كده مسلا من اخر نقطة طبعا لو خط معاكو يضابل المكان ده هيتميلي بسرعة مش هياخل معاكو وقت تمام بالشكل ده هنفتر شغالين كده بنفس الطريقة رايح جاي رايح جاي لحد ماملة المسلس ده بالانف تمام وطبعا انا بشتغل المسلس ده والانف والخطوات دي طبعا بعد ما يكون سبتتها على الجلاب نفسه تمام بالشكل ده كده طيب انا دلوقتي كده شرحت ازاي نعمل الانف وزاي نعمل الفم متني تمام بصوا انا ركبت الودان حين كده واحد اتنين تلاتة وركبتها في السطر رقم تلاتة من المربع هنا تمام وشفت كده بالمسطرة كده او بالهرز مش هكده مثلا اهو بالسطر ده ويسبت الودن التانية وبالنسبة للعيون بعد ما طبعا سبت دول كده حطتها بالشكل ده كده ولزقتها بالشام اخر حاجة في ملحوظة حبة اوضحها بالنسبة لاليد طبعا اليد بتبقى مفتوحة زي كده تمام انا بجيب الابرة وبلضمها في اخر حاجة هنا وببدأ اقفل الجزء ده كده على بعض رايح جاي رايح جاي وبعد كده بسبتوا بنفس الطريقة انا شرحتها معاكم باخد الحلقة واثبت واخد الحلقة واثبت وامشي عادي خلص تمام كده انا كده انتهيت من الشكل زي ما انتم شايفين كده اه اخر خطوة معي ان انا بلزق الجراب بتاعي على الجراب البلاستيك تمام كده ننزقه هنا كده في الشكل ده كده ونزبطه تمام اهم حاجة زي ما بقول كل مرة اهم حاجة نزبط الكاميرا الاول بتبقى مرتاحة ومظبوطة وبعد كده نبدأ نلزق بقية الجراب تمام وبعد كده بنلزق الجوانب في الاخر نمسكها بمشبك او بدبابيس اي حاجة تمسك الجراب كويس جدا عشان اللزق يكون متماسك ما بين الشغل بتاعك والجراب البلاستيك تمام انا هكمل الخطوة دي وهلزق الجراب بتاعي على الجراب البلاستيك وارجع لكم تاني نشوف شكله النهائي وارجعت لكم تاني وده الشكله النهائي زي ما انتم شايفين كده انا لزقته على الجراب وبكده انتهيت من الفيديو واتمنى يكون الفيديو عجبكو واشرحيك كان سهل وبسيط عجبكو متينسوش بعد تعملوا لايك وشهير وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته